السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حالكم شباب صبايا. رجعنا في فيديو جديد. حلقة جديدة عن محاكي المزرعة ان شاء الله الفين وتساطعش. بعد الفيديو ان شاء الله راح نكمل اللي حكينا عنه بفيديو سابق. انه راح نبلش نزرع بالبيوت الباستيكية. طبعا بس فيه هون نقاش جدا هون راح تحكي عنه. اللي هو بين الماب القديم والماب المجديد. طبعا سجلت اول شيء. بعدين رضيت القلقت التسجيل وعن برجع عادة التسجيل بنور بجديد. فهي ذلك آآ راح تلاقوا كل شيء شغال. في شوية مشاكل اللي انصارت معنا. المهم. ففي بعض التعليقات كتبت لي انه روح على الماب الجديد. روح على الماب الجديد. شو بدك من الماب القديم. الماب القديم ما اللي نعمعت فيها شيء. انا رحت متل ما انتم حكيتولي. آآ تقريب ما صار يشي ساعتين عبلعب فيها. بعد ما كنت عبلعب فيها فاكتشفت في انه فيها كتير كليتشات فيها كتير اخطاء لانه هي اللعبة عبارة عن ماب عادية بكركة. وجايين راسبين فيها كل اشي. فهمتوا عليه? يعني جايين راسبين فيها كل اشي. مثل هون العواميد الموجودة جايين هين حيطين العمود. يعني هين جايبين مود. بصم العمود حيطينهم. فكل شغلة لها مود. فكل شغلة تحس الماب شوية كمعد قديم وشوية من قلتشة. فاللي ذلك لأ خلينا ارجع للماب القديم افضل لي. وطبعا اول ما رجعت اه السيارة مع انشحة بنروه نخسلها. اول شي يازم نخسلها. اول شي يازم نخسلها. هي زي ما حققها. شوية المصاري يكدوا لي بها موحرة. اه اول شي رجعت طبعا بعد ما رجعت تتذكر انتم هون كان في عندي انا معامل. تمام? وفي هون نقطة جدا مهمة تذكرتها ولكون عليها. طبعا هون انا بعد ما شفت المعامل مختفية انصدمت لانه في عندي ممل بطاطا تنظيف البطاطا وفي عندي مستمع عمالين كانوا بطالعوا واحد بحط فيه عشب بيطلع ليها هاي. وقلين بحطل هاي بطلع لي سماد او كام بيطلع ليها المحمص. برضا احطوه بالماكينة التانته في يطلع معي جاهز. وباغضي بحطوه لو البقر كان هيك الترتيبة هيك لازم يتكون صح? فأمة ما لقيت ولا واحد منها. كلهم رايحة. سيتوب على خاني مبلك تلقيهم بين المودات هون بخضر اركبها عجب. أتوقع هون لازم يكون هاي تبعية البطاطا وهي تبعية الدخل القشي طللناش اسمه وهذا هو المعمل كله اساسا اللي بتدخله الموارد بيطلل لك شي تاني هو في شغلات جديدة او يكون لانه انا حدست المود فحزفوا الشغلات لاني بتذكر الفيديو الماضي انا لابدتها ما كان في شي يعني كان كل شي موجود المهم ما نزبطها ما نزبطها بس خسرنا حقهم يعني لان ما تحزف المود فيروح كل شي مهم فاخرين واشي نخسر السيارة بعد ما نخسر السيارة اليوم شو رح نعمل بهذا الفيديو طبعا بعد ما شكنا لكم وبكنالكم ايش رح نعمل فيهم اليوم رح نزرع بطاطا مو بطاطا فاناني نحن نزرعين بطاطا بس البطاطا بالزراعة البلاستيكية واحد اتنين رح نزرع اه فاصولية مو فاصولية خيار بندورة وبطاطا وش اسمه هاي ويقطينة تمام وش في كمان هني خمس الماء هلا بورجي هون طبعا ما بالاول كنت لازم انا كنت طالع ورجع داخل بس مو قدنا لكم انو صار في عنا مشكلة فلازم اقوش يمورجيكم المودات شو علينا نزلتون شون تسببتون بورجيكم بنهاية الفيديو ان شاء الله بورجيكم شون تسببتوها وعلى كل حال بتلاوخوا المودات روابطها تحت صندوق الوصف بملف اكسل اما حتى هون كامل ياني يا زلمة كان في عنا خط اطن هذا بونكي تمام والله خسرنا كتير معلم يلا المهم خلينا نروع الارض اللي اشتريناها جديد بس ان شاء الله ما يكون حاس في لها كمان الارض اشتريناها جديد وينها اه تمام لك هاي ارضي طبعا اه ام تفدنا الشغلة كمان لاخدها معناها ام ناسا ان سلالا احنا نبدأ من هون من ازاي من هون ونبدأ نحن نمشتغل فيها اه بهذا الفيديو كميرا رح نعلمكم مهارة اه سيارة عبية التركس يالله عادية راح نعلمكم مهارة شون ترسموا بالارض وشنون بتزبطوها طبعا انا معلمها قبل وشارحها قبل يا الله والله زيتها المعامل اللي كانت هون يا الله. لح كانت مليانة موارد يا الله. شون هيك انا ضيعة ايه. اذن بالاكس بنبدل اه بالاكس بنبدل الاداة وبالاس بتصير من دويرة لسطحة طبعا احنا نسويها مسطحة ليش? لان الدويرة بتصير بتسوي التلل وبتزغير. تمام? فهاي اول اشي. تاني شيء مسوي اكس. بعدين بتغير نواية الارض اللي انت بدأ اخترسوا فيها. فنحن اول اشي بدنا نعمل هو ان نخليها ارض ترابية مثل هاي اللي موجودة لان نحن ننصم طريق. تمام? خلينا نروع الارض الترابية اللي هي هي هي. ايوه? لا مو هي. طبعا الباقي ما رح اكمله بالحد الان. الحاجة هي نكفي نحن متل ما يقول شقينا الارقف من هالما بالنصين. تمام هلنا نروع الى الطرف التاني من هون. ونخطط شو ما نحن. طبعا في هون عنا خطو من الشجر وحط البيوت ما قبل الشجر تمام? هلنا حاجة نوقف هون. طبعا اه من نجي هون عن البيوت نعمل هون. ايوه تماما ها هي البيوت. طبعا انا واحد اتنين تليلتي اربع نواع في واحد خمس منه او هذا كله خمس وعشرين الف. طبعا الشر دور رح ينطيني انتاج محلي ما بعرف فس رح ينبلش نبلش نبني بيت بيت. طبعا هو رح اتمن كل واحد ثلاث انواع. بنكفي مو? ثلاثة ايه بكفي. او خلية نحط ونجرب او ثلاثة ثلاثة خلاص. ثلاثة بكفي. هاي واحد. كذب انا حزين. بس تعرفوا ليش? اخر مرة لعبت اللعبة اخدت التسييفة من البي سي. يمكن لهذا السبب. فلما بلش اللعبة فراح الله سوى من وين جاب التسييفة من من السحابة. تمام? لما جاب من السحابة فاتوقع احد هو السبب. فلازم ان اعالج هذا الموضوع او نبحث عنه. فلذلك انا رح اجرب اشهد التسييفة واقلوب بل كي يرجعوا المعامل من دون منحة مصاري لانه ما خرج مالنا مصاري حتى نشوف اللي بدنا نكمل بناء ما كملنا بناء. مصيبة. المهم هي شغل اللولة. الشغل ثانية ذكرت عليها كنت احكي لكم عليها اللي اتذكرتها. اللي تعني كنت عب اقراء باللعبة. لما كنت عب بفوت في كاتبين وفي اصدار رح يصدر بنهاية شهر الجاي. الاصدار طبعا حسب ما انه كاتبين انه رح يصير تقدر تلعب مع لعبين اخرين. تمام? هو وحق النسخة يعني ظال يعني قد حق النسخة اللي عم لعبها بمرتين. تقريبا تمام? فقبل ما رح اشتهينا رح اتاكد لانه حسب ما قرأت يعني هو الشي مكتوب شي وبعدين مكتوب شي ثاني تحت فشوي مخولت متل ما يقولوا. فلذلك ازا نزلت اللعبة فعلا متل ما نقدت لكم رح تنزل اولاين وهن كاتبين انه بصار بامكانك لعب اولاين وتنزل المودات اللي بدك ياها. يعني لك تقول متل ارق. تمام? او هنه يعملوا هيك متل دي عملوا سيرفرات وصورتوا دخولوا مع بعض. تمام? بس هيك عب جاهزوها. لاني كاتبين هلا صار فيها المودات هدول. في شي جديد مكتوب عليه. اللي هو اشار في شي اسمه او بداية او هيك اشي مكتوبة عرفته شنون? فلذلك الشي انا انتبهت لها الكلمة كتير مكذكورة بهاي التحديث لاني في اغلب المودات سويت لها عرفته شنون? فلذلك اتوقع توقع هذا الاشي رح يكون هناك السلبة او هناك سياجابة او رح يكون في شغلات موجودة ما بعرف الشيء مستقبلا بس رح نكتشفين ان شاء الله بس ازا او يقول لكم ازا نزلت اللعبة مثل ما قلت لكم ان شاء الله رح تنزل انه تنفتح تصير مع كل الناس يتلعب انت بجمع مصاريك لك وتضلق لك على طول انه هلا شفت شنون انه حزفت انه حزفت في غلطة انه انا نزلت المرة الماضية اخدت النسخة الموجودة على البي سي ما اخدت النسخة الموجودة عن انترنت سويت لها مزمنة فخربت اللعبة هيك صار فيها فازا حلوا صووا انه صرنا نقدر نلعب مع بعض انه ندخل احنا اشياءنا في عنا هيك شوفة ارض نشتغل لحتى نجمعها وهيك اوه لا تصير اللعبة فعلا روعها شوف هلا يا شباب هلا معي انا لازم هون ركبرنا حنفية اللقه طبعا خلينا نفضي بالاول وبعدين نشتغل نحكي بالحنفية اما ما فضي لي ايه اما ما اعطاني شرط التفريغ ليه تمام وهلق صغير ادل الكميان شوي صغيره تمام وهلق بعض ما عبينا ماي طبعا ما فولت لانه كل واحد بسعمائة الف اه توفيلته صعبة جدا صراحة فالمهم فاول اشي استنتجته انه في هون عنا تقريبا فلل هون فلل المونتج فهون فالمهم انا من جاء احكي لكم اشي قصة في شغلات ايجابية في شغلات ايه سلبية صراحة ما اكله ايجابي ما اكله سلبي فخلينا اشوف الهون ايش اه هون بده منور وما يشتغلون منور اول شي طبعا في هون لسه في بيت نحن لسه ما بنينا يمكن انا ما اتوقع وين البيوت اللي تمبنى هون هون هين صارت والله نسيت عمي وين راهاك الله اكبر الله اكبر عنده هين ايو عم شوفوا اول شي نحن ايش بنينا يا شماعة بنينا اونيو اونيو طلعت بصل تمام وهون اللي هو الملفوف تمام تمام وهون طموتو ماندورم بينما بدهتني نحكوا في هون البطاطة للسرح ما زرعنا بطاطة تمام في هون عنا محصول بطاطة لازم نزرع بطاطة تمام بس مصاري حاليا ما عنا اوه في عنا هذا تاني كمان في عنا هون بيت تاني كمان طيب الحل هو راح ابيع آآ سيارتي اللمبارجيني كله كرمالكم وعلى شرفكم مشان افرجيكم كما انتم غالية لازم افرجيكم مشتور لازم نشترك الشيء لاني بعد ما عبيت ماي استكشفت شعراتي اتاني فلازم نبيع اللمبارجيني لازم نبيع اللمبارجيني لانه تعليمكن اهم من اللمبارجيني واهم مني حتى وين اللمبارجيني بطاطة تطلع ليك هاللمبارجيني شايفينها ميت الف خاصل فيها تمامين الف كرمان والله سيلي بيع ويبعنا اللمبارجيني هلا بنرجع لبيوت بنرجع هون سمع اوشين اشترك او في هون سعي ادووس هاي نسيت هذا كمان وفي هذا البيت كمان طب وش خين حط هذا البيت لانه عني اياه اساسا طبعا هون البيت هذا وهون في هون طبعا انا نسيت شارك كمان فتحت من ورا تركتها طبعا انا حط بيت بيت لانه شارك بير المي لابين طب بلا مي قويل كتير يعني ما خرج هلا هي حطيناها هي حطيناها حطيناها هي حطيناها هلو ضعنا هي وهي هات هي هم اتس اوكي مان طب طب طلعنا اخر بيت اللي هو هاد هم انا ماذا هيك كبيرة زيادة باينتو مصنع طيب تماما الله اي اوف اوف ليش العربعة وخمسين اي اتناش سبا اضعنا اخضينا زيادة اكلوا واحد او في مي زيادة في معنا نقص من الماء خلينا نعبي مي طبعا في مي وبدنا كمان منور لازم نعبي منور طبعا انا اول بيت عبيته هذا حطيته كثير كثير قريب من الزاوية صارة في مشكة وفي مشكة تانية انتبهت عليها تونيم نحن لمن ورا لازم كان تاركين طريق لان يعني التفريغ اللي بيضاع رح تصير من ورا موما قدام فهي كمان نقطة تانية غلطنا فيها لازم انتم تنتبهوا بنا ما تغلطوه يعني من قدام ومن ورا لازم يكون فاضي والافضل هو يعني لا مثل هذا البيت اللي الاستيكي بنحطوا عكتة في بعض تماما في مشكلة بس في بيوت تانية اتوقع لازم تكون ترتيبت هذول الشيكلات متطولات ناقيونهم دوبارة تماما الآن بعد ما فضينا كل المنور اللي عنا بالماب اللي عند الخنزير وعند البقر وراكبين سيارة وقول صينية يا زلمة مو سيارة الا شوان بدنا نشتغل في يعني اكساين بنشوف شوان مونتاجات رح تكون الطرف التاني هل او الشي البصل ما حبيته لاني كتير انتات سريع ومهلك صراحة والله مضعب جدا صراحة صراحة بس اننا نشوف كماز عيد ازا حطوها بالخريطة ولا لا خلان مشي ايك المهم منعالج المشكلة المستقبل ان ما رح اظل تظل تلاتة ايام عليها لشوف شوان تحبي فيها مي او فضيلها من نور او 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 انشان تاخد منور واذا فاك تاخد شي مئة الف يعني ايه مي او منور واحدة من الاتنين مول الاتنين ايو اعرفت ليش اول ثلاثة ما اخدوه طبعا هون فل فل كل اشي فل وان بيطلع الناتج الله واعلم بسلق بالنام منفيق يبين معنا وان دي طلع طبعا هون التاني هون عدمنا هي تبقية البندورة عبينا لها شوية منور نعم ما عبيناها منور شو ما عبيناها منور او والله ده منور طول بالك جيب لها منور نعم فكر حالي عبيت منور او عشيشي 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 شلون نستنتج انه في مشكلة مش عارفة ايش شايفين شلون يعني بما عبينا مي هون هون ردت عبيت هاي مرة تانية يا الله ايش بتودل كل شوية افضي لكم بصل ايش دي اشتغل بالبصل انا تعالي شايفين هي اهي احدى ابشع الشغلات بالبيوت البلاستيكية صراحة ممفضي يا هون طبعا هون وين الباب صار ابوح هالغلطة لا الباب لا مو هذا الباب احنا تقول الباب من الطرف هذا لازم يكون لا او ما في باب نايس طب وين الناتج المحلية طلعا معلم حلو ما في هون لا في هون طبعا نايس طبعا هون عبي اللي بده منهوش يا حبيبي والله ما اعطي اه طبعا لك لايكون كونترول جي فيه شي لازم نسوي طبعا لكم اي هون الله غلطة كتير يا معلم طلع الباب الحيطان صارت لزق بعضها نوم نحن لهذا القدر رح نكتفي ان شاء الله بعد الفيديو يعني صار جدا طوي صراحة بالفيديو الجاي ان شاء الله بنكمل اه اش رح يصير معناه رح اروح انا هلا بكرة الصبح او مو بكرة السبوع يعني اسبوع الجاي رح رد نفتح المزرعة ورح نرد نكمل نشوف اش قصة المزرعات تبعات تانيش ما يشغالي تمام? انتو نزدوا الموت جربوا وازا في عندكم اي حديثات صارت تحكو ليها وكتوبوا ليها تحت طريقات وبعتوا لي على الاستجرام او على الفيسبوك او اي ما من كان ومن كانتكم ايها بعتوا لي ايها وشكرا لحسن المتابعة وشكرا لكم اتظرونا كل يوم فيديو جديد حرقة جديدة ساستي باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا اشتركوا في القناة